بنتي أول هداية جبت لها إذا فتكريها لأ طبعا أنا عندي أما كانوا بيجيبوا تماثين هداية وقربين لأ بوسي تقريبا واحنا صغيرين كنت بعمل كارت طبعا بكتب عليه وبرسم عليه رسومات حلوة وغالبا برضو ورد كان بابا يجيب ورد ان احنا نديه الماما الحقيقة بابا يعني أنا بشكره ولازم كل الرجالة يعني يعملوا كده ان الأطفال الصغيرة بيبقوا لسه مش فاهمين فلازم الأباءات يجيبوا الهدية وقللهم كل سهل وانتوا طيبين حتى لو ورد أو شكولاتة بس يزرعوا فيهم الموضوع ده لمسة بسيطة وخفيفة وتعلم الطفل أو الطفلة زي يحتفلوا بأمهم مدى الحياة نحب ببعث لسهلة ماما تلميس وماما بوسينا كل سهلة وانتوا طيبين جميعا ربنا يخليك يا شب حسن ربنا يخليك احنا بقى لما لقينا انه فن اختيار الهداية مهم طبعا ما فيش أهم من مناسبة عيد الأم اللي نتعلم فيه فن اتكيت اختيار هدية عيد الأم عملنا التقرير ده عشان نتعلم ازاي نجيب الهدية لكل أم لكل أخت كبيرة ولكل حما كل السنة وكل الأمهات طيبين وكل الحماوات الحماوات اللي هي الأم التانية برضو عايزين دايما نقيس الموضوع من المنطلق دوت عايزين لما نيجي نشتري هدية لأي حد لمامتك أو حماتك لازم تشوفي ايه ميولها ما تشتريش الهدية على زوقك اشتريها على زوق اللي انتي هتقدمي له الهدية ولازم تكوني تشتريها بحب عشان الحب بيوصل في الهدية لو انتي اشتريتي كده الكادو يلا واجب علي امضى لازم اعملها هيوصل لازم تشوفي مامتك ميولها ايه ماينفعش مامتك وحمايتك تبقى ميولهم مختلفة واروح اجيب لهم نفس الكادو من نفس المحل خلاص انا لازم اعمل نفس الحركة دي لا انا مش عارفة مش هجيب الكادو الفلانية علشان خاطر هو ما جابش الكادو المامتي غالية لا انا بجيب الكادو المامتي او لمامتو اللي هي مامتي برضو التانية بنفس الاسلوب وافكر حمايتي بتشتغل يبقى هجيب لها حاجة تخص الشغل اي حد عايزة تقدمي له كادو وتبسطه لازم يحس فيها بالمجهود يعني انا فكرت ماينفعش مثلا اروح اجيب لها بارفيوم حاجة كاد كادو محطوطة عندي في الدولار وانا مش هستعملها فاروح اديها لها لازم اختر لها حاجة على زوقها لازم اختر حاجة تناسب ميولها الشخصية لازم مثلا هي ما تكونش بتلبس مثلا الوان بينك ولا روز ولا بيربل ولا حاجة كده واروح جايب لها حاجة انا عارفة ان هو لون فائع هي مش هتلبسه مثلا حاجة vibrant حاجة neon او كده اروح جايبها لها بنا وفكرتش فيها او ما بازلتش مجهود عشان اعمل لها حاجة هي عايزها لازم مما تجايب لها مثلا حاجة للبيت ادور على حاجة بتريح حاجة out of the box ابسط حاجة الاولاد او اللي ما بيشتغلوش او الشباب اللي ما بيشتغلوش يعملوها حاجة handmade في البيت ممكن كارت يكتبوا فيه الماما كلمة هي بتحبها حاجة هي مستنياها او كذا يا مامي انا تعلمت منك كذا او انا بحب كذا فيكي او نفسي مثلا مثلا ما تزعيليش لما كن زعلتك في حاجة اعبر عن مشاعري لان احنا قلنا الكادو مشاعر الكادو مش هدية ملفوفة وخلاص الكادو دي بتنقل مشاعر بتنقل حب مرة دي جاي عيد الام في وسط الاسبوع والناس هتبقى مشغولة ممكن ااجل الزيارة دي الاخر الاسبوع وقولها عشان احنا هنقضي اليوم سوا زي ما كنا بنعمل زمان كان عيد الام بنروح نقضي اليوم مع بعض ونقض مع بعض سواء بقى بنتغدى او بنقض مع بعض ونخرج بعد الظهر سوا مثلا ممكن نعمل نفس الحكاية ممكن تأجلوها اليوم الجمعة بس بشرط انك تكوني هتقضي اليوم معا عشان يحسوا انت اجلتيها لغرض ما هم هيستفيدوا منه ما تكونش تقضية وجهة الاخت الكبيرة احنا بدايما بنقول الاخت الكبيرة هي مامي خلاص فالاخت الكبيرة دي بتشتغل ولا لأ الاخت الكبيرة دي بتحب اللبس يبقى هجيب لها حاجة فرصة هبقى بتحب البرفيوم انا اكيد عارفة زوق اخت الكبيرة هيبقى عامل ازاي هجيب لها حاجة على زوقها اكتر حد ممكن يكون عارف اختي الكبيرة عايزة ايه هي انا كل سنة وانتم جميعا طيبين وان شاء الله تتبستوا السنة دي والسنة الجاية اولادنا جميعا يعملوا مجهود اكتر في الهدايا بتاعتنا واحنا نديهم برضو شوية كيوز كده هوت بحيث ان هما يقدروا يعرفوا ممكن يجيبوا لنا ايه ويا رب متحهم جميعا بالصحة والسعادة وراحة البال ويخليهم لنا جميعا امين يا رب العالمين طبعا بنشكر خبيرة الاتيكيت الاستاذة مناور بار اللي افادتنا ودتنا افكار لطيفة للهدايا يا انا طول عمري طول عمري بختار هديت عادل ام غلط ياريت لكم تعرفت ااتيكيت اختيار هدايا الام ده ام تزلمت معايا قوي الله يرحمك الله يرحمها